أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن ينشر هذا الكلام إلى أقصى الأرض نحن منسأل سؤالين السؤال الأول الدعاء عبادة ولا ما عبادة الجواب الدعاء عبادة وقال ربكم ادعوني أستيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ده عبادة ده عبادة سيدخلون جهنم داخرين طالما الدعاء عبادة أي زول بنادي الشيوخ قبل يتقول لها أي شي بيقول لك إنتوا بتنبسوا قل لها خل أي نبز أي كلام خلوا الدعاء ده عبادة ولا ما عبادة بيقول لك الدعاء عبادة قل لها العبادة دي يصرفوها لها الله براه ولا لها الله معاه غيره الدعاء عبادة نصرف لها الله براه وقضى ربك الله قضى انت بتدخل الله الخلق الكون قضى حكم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلا إياه براو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طالما المعبود براه ابقى ما تعبد غيره ابقى ما تدعو غيره ولو رضيت ولا أبيت لما تقولي يا الله نجيني إتعبدت الله ولما تقولي يا شيخ فلان نجيني إتعبدت الشيخ لو عارف المعلومة دي ولا ما عارف لما تقولي يا فلان نجيني إتعبدت فلان لأنه دي عبادة صرفتها له زي ما هيت وبتقيف تكبر لفلان ولا بتركع لفلان برضو مبجوز تدعو فلانا من دون الله سبحانه وتعالى تدعو ليه الله تحداك قال قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ما يقدر يسويش الله سبحانه وتعالى دي سورة الإسراء في سورة الرعد قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نحن على يقين إن القرآن ده صدق ونحن على يقين إنه زول البكر القرآن ده ولسه ابنادي في الشيوخ ده واحد من اثنين يا ما فيهما القرآن يا إما ما مصدق القرآن لأنه قال لك له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطي كباسطي كفيه إلى الماء الزول لما نميد يده دي مصطرين يميد ده مصطر عديل دي بتمسك موية ولا إلا لما نسوها زي الكورة سوها زي الكورة بتمسك موية تميد ده عديل الموية بتتدفق بي الجنبات قال إلا كباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله لا لغيره ولله يسجد من في السماوات والأرض شو القوة دي سماوات ملائكة ملائكة الملك في الجناحين ما بتشوف وراه أي شيء بعد عظمة والجن والإنس ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا ماذا تسجد طوعا كرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء خليت الله ومشيته للأولياء ما لون الأولياء يا الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ترى هذه لك زولي أخي ضعيف يا أخي بياكل واشرب وامشي للخلاء ما المسيح ابن مريم ده نبي خلي باقي الناس إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أل بياكل الطعام مبنى دوه لأنه محتاج للطعام لأنه محتاج فرغه أشكذي الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أشكذي قال قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الله بأكلك وألا ما بأكلوه سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم شكيت حد الناس كلهم قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله بيتنادون في الشدايد يا المكاشفي ويا الكباشي ويا الصايم ديمة واحد جاي من العمر مشت عمرت في بيت الله وصلت البيت هناك قطعت البحر وسافرت لما وصلت بيت الله قالت لي لبيك اللهم لبيك أنا جيتك يا الله بعد جاته وجات راجعة تنادي في الشيوخ يا الصايم ديمة تلقى لنا حليمة حليمة وين وصايم ديمة مد حليمة كيف إلقاه كيف وتوكل على الحي الذي لا يموت واحدين كاتبين يا مهال يا مهال هل قاصدين بالمهال الله قاصدين مكاشفي تلقاه في اللواري واحدين كاتبين شفناهم بعيننا حافلة صغيرة مكتوب فيها يبشام وروق الدم أنا داري عارف بينادو الله متين النازل الله من فوق بنظر لهم بنظر للعباد وحوائج كلها عنده وهم بدل يلجأوا ليه بلجأوا لي غيره شكيب بن النحو قال طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجده الشكوى له قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله دي المرصح هل بتشكو ليا الله قال إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ترفع ليا الشكوى يا الله أنا ضعيف يا الله أنا فقير يا الله أنا مسكين يا الله أنا محتاج لك يا الله فرج قربتي يا الله نجيني يا الله أرزقني يا الله إتا كريم يا الله إتا خلقتني ما بعجزك شيء تلجأ ليه تنكسر ليه هو وحده لا شريك له قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوه وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يرويك كل من يرده يا خلق الجأله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم دل ضعفة ولو ما ضعفة السل غير فينا السل تبين فينا واتلع عليه من بأنوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من آصيتها إن ربي على صراط مستقيم أن نازل عكرون نازل غضبون ناس ما بخافوا الله ناس الملق ما عجب العظم ما أغنعت ملك الله كل ما أغنع يقولوا للناس نادون في الشدايد ألجأوا لنا إذا كنت في هم وغم وكربتي فناجري أيا مرغني آتيك من كل سرعة أو بكل سرعة وأنجيك من كل بلوتي زولي يقول للناس نادوني مريدي تمسك بي عليك الله تزول خير تمسك بي تمسك بي كتة وين الأنبياء قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا موسى النازل اللي حقونا هذا فرعون وده البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا ليه كلا العصايا قاعدة لا أنا نبي لا في سبعين من العلماء من بني إسرائيل معاكم لا إنت أولياء لا كلا إن معي ربي سيهدين ديل التوحيد خش جوه قلوب ديل عرفه الله صاح مش في الشدايد الحقون وفزعون ويا أبو العباس من عيون الناس وين عيون أبو العباس همات همات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فله أسلم يا أخي أسلم ليه سلم لأمرك ألجأ ليه اتضرع ليه تقول للناس نادوني أنا مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة عليك الله ما كذاب يوم القيامة في شيخ بيقول ليه زول يوم القيامة وترى كل أمة جاثية زول كرحيمة بتشيلوا بيجثوا على الركب من الخوف دا بنتظر كتا بنجي كتا ويوم يقول نادوا والله الله دا قوي والله قوي الناس كلها واقفين والملائكة واقفين والجن والأنبياء والرسل والأولياء والصحابة والصالحون وغير الصالحين والموقف كله ويوم يقول نادوا شركائيا يا الناس لا شركت بي في الدنيا نادوني نادون أنا ما مهلتكم في الدنيا انتم لعبت في الدنيا وضيعته ويوم يقول نادوا شركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لبدوا طوالي لبدوا سأقول لنا إزعاج هنا فدعوهم يعني سولان تعالوا عملوا رايحين طوالي فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا شكلا ناديتني والله ما ناديتك كنت في الشدائد يا فلان الحقني وابزعني يا زول أنا ما عارف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم شنو أعداءا في الدنيا بكاتلك فيه أبوي الشيخ يديك عكاس طوالي ونحن عكازك جاهزين له أو عكتفرني ببرة وحدنا معاك مش العكاز عكاز جاهزين له وما جاين نشاكلك ولا جاين ننبذك حدنا معاك نحن بننادي الله وإنت نادي شيخك أن نشوف البغلب منه نحن بننادي الخلقنا وإنت نادي لك مخلوق ضعيف زيك نحن بننادي الحي المبموت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين براه الدين نظيف يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم جت ما في جين لله الواحد القهر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب منتظر بعدين نجيك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة الله يجير منك والله القيامة فيها جري جري تقيل جري قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر كده شرحوا ليه يفر دي شنو يفر ده بمش براحة يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه لو البجر من أمه يجف لها درويشة ببريك يجف له يجف له يقول لها درويشة تاكدت معاي اهي عليج عمنا تاكدت معاي اهي تعالى الليلة بدخلك الجنة باحت في رفاعة قال بدخلونا الجنة بقلنا بنظرس مع واحد اسمه هيسم عثمان قال شيخونا اللي كانوا معاو قبل ما يعرفوا الدريب الصاح قال كانوا تابعين ليه شيخ بقال قال لينا أنا بدخلكونا الجنة أبي شهروا بس قلتوا بس أبقوا معاي بدخلكونا الجنة قلتوا له قلتوا شغلتكم شنو قال والله بنكتب حجبات بتكتبوا فيها شنو قال والله اي شي في راسنا بيجي بنكتبه قلنا للشيخ نكتب شنو قال أنا باركتكن أكدب اي شي قال نكتب موتر عجلة ونتوطيوة بس نديها وكاذا عقرب موتن بس نديها ها الشيخ تابعين الجنة بتدخلنا هاي قال ونحن عايشين على انه قال بدخلنا الجنة زول ميرت قال في الحصائصة سقنا الشيخ ومشينا له قال الماسكة البوابة زول ما بعرف تفهم لكتب بس فهمه تجيب تذكرة بدخلك ما تجيب تذكرة لو سيد المستشفى بوقفك في الشمس قال الشيخ جابي عبايته ونحن ورا تعالوا خشوا بدخلكم قال عمك طوالي ده سبته وين الورقة تذكرة أنا الشيخ قال أنا ما بعرف شيخ ولا وغير شيخ منه بجيب ورقة بس يا أنا الشيخ ذاته أي شيخ ذاته جيب ورقة من الشيخ ذاته لكن جيب ورقة لما أنا الشيخ ذاته قال يا شيخنا قال الله خلنا دخل زيح كذي قال طرد قال قولنا يا الشيخ المستشفى ما دخلتنا ادخلنا الجنة شغلتك ديني يا شيخ فرتقنا منه طوالي قال ما أقول يا أخي مريدي تمسك به وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة ويوم القيامة في زول بزبت لي زول ويوم القيامة دي كان ما في إذن بالشفاعة حتى الأنبياء ما بيتكلموا حتى الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون كلام ما في إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا كلام فارغ مف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نجول الشفاعة ما طوالي بشفاع قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يفتح الله عليه فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى ما طوالي بشفاع واشفع تشفع بعد جيوة العذن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى دا يوم الناس يزول نفسه وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أنا ماذا أرسائر بالناس كتير والله عندي مزاج أتكلم للصباح لكن بس يكفي أجماعة وعزانة للناس إنه الحمد لله لقينا رجال جزاكم الله خير والله يحفظكم وأنا جاي داخل شايف النساء اسمعا جزاونا الله خير برضو والله يتقبل منهم ونحن جينا والله ما شاعلين حقد ولا حسد ولا غل خايفين على العباد من عذاب الله تعالى خايفين عليهم بعدين يوم القيامة يتفاجئوا لما الناس يجب التوحيد يا جماعة الزهولة ألا قال الله بالعقيدة الصحيحة النار ما بتاكلوا من تمشي يا الله جاهز ماذا كنتم تعبدون كنا نعبدك وحدك لا شريك لك النار ما بتاكلك في صيح البخاري ومسلم عن عتبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله في صيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عليك الله اسمعوا الحديثة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي حديثة في البخاري قال فأتينا الحرة محل حصحاص أسود وبالليل فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال لي أبي ذر إن المكثرين إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة الناس الفي الدنيا قروش كتيرة وما بيصدقوا وما بأدوا الزكاء إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا يعني تصدق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ما أحب أن يكون لي مثل هذا ذهبا وأشار إلى الجبل في ظلمة الليل إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا ثم قال في ظلمة الليل يا أبا ذر مكانك أي إلزم مكانك لا تبرح هذا المكان ما تتحرك قال ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى في ظلمة الليل فسمعت صوتا يعني صوت أجنحة قال فخشيت عليه فتذكرت قوله مكانك قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت صوتا حتى خشيت عليك قال أو قد سمعته قلت بلى يا رسول الله قال هذا جبريل أتاني فأخبرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت يا رسول الله قال وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق في غير البخاري قال وإن زنا وإن سرق رغم أنفئ بذر أي سيدخل الجنة شكيه البلاقة الله بالتوحيد والعقيدة الصحيحة الله بيتجاوز عنه والله بيغفر له في مسند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام ينادى رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخرج فتنشر له تسعة وتسعون سجلا كلها مد البصر أي من الذنوب والمعاصي فيقول له الله تعالى يا عبدي أتنكر شيئا من هذا فيقول لا يا رب أظلمك كتبتي الحافظون في رواية فيقول لا يا رب ألك عذر فيقول لا يا رب ألك حسن فيقول لا يا رب ينسى قال فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع في كفة وهذه السجلات في كفة فتطيش السجلات وفي رواية ولا يثقل مع اسم الله شيء التوحيد لما نخده في الميزان ما في شيء أدقل منه بغادي لأنه دي العقيدة الصحيحة لأنه زول بيجي لي الله يا الله أنا في الدنيا ما شفتك لكن أنا مؤمن بك يا الله أنا ما كنت بلجأ إلا لك يا الله أنا ما كنت بتوكل إلا عليك يا الله أنا كان أدعك اتفك صحيحة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار ثلاثة رجال قال ثم يؤمر بهم قال فيقول أحدهم يا ربي ما كنت أظن بعد إذ أخرجتني منها أن تردني إليها فيقول قد غفرت لك أزول إحسن الظن بالله أزول إلجأ إلى الله أزول يتضرع إلى الله لو عمرك تزعين سنة وما عندك جنة أرفع يدك لأله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر قال ابن كثير عمره أربع وثمانون سنة وقال سبع وثمانون سنة وقال خمس وثمانون سنة إحدى هذه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع لسميع شنو لسميع الدعاء لأنه دعاء الله سبحانه وتعالى لأنه لجأ إلى الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية عاود نفسك أي شي تلجأ إلى الله بشر ديل ما عنده شي الخلق ديل باختصار ما عنده ني شي لا عنده الرزق رزقك فوق لا عنده الجنة الجنة من فوق لا عنده الصحة الصحة من فوق وإذا مريضت فهو يشفين لا عنده مغفرة المغفرة فوق لا بيملك جنة الجنة فوق لا بيملك نار النار عند الله هو الذي يتصرف فيها النار بيده سبحانه وتعالى في أسفل سافلين وهو فوق كل شيء يأمرها وينهاها ويأمر الخلق أجمعين وهو العظيم وهو الملك يا ناس مع الأرض مع الأرض جعله دكا ما أعظمه ما أعظمه وما أكبره الكبير المتعال لا تدركه الأوهام ولا العقول عظيم لولا أن الله يثبت أهل الجنة لما استطاعوا رؤيته جميل يحبه الجمال وهو فوق كل شيء لا يخفى عليه من الخلق لا تخفى عليه خافية يعلم دبيب النملة ويعلم ما في بطن النملة يعلم عدد الحصى يعلم كل شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ناس عظمه والله بتنجو وحده ما تناده غيره ألجأ له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوا لأ الله وخلوا شغلتكم مع الله مباشر طوالي وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ما تخجل تقول كلمة الحق ولو خالفوك الأهل ولو خالفوك الآباء ولو خالفوك الناس كلهم إبراهيم عليه السلام قال لهم وأعتزلكم ده حق ما قبلت الحق أي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم خلاهم لأله وهبنا له إسحاق ويعقوب خل كفار لأله الله عوضوا بأنبياء أنبياء خل بلده ليه الله الله عوضوا بأفضل البقاع كسر بيده وأسلام الله شرفوا بنبي الكعبة لأنه عظيم لأنه رجل أمة لأنه خل أي شيء ليه الله ولده أل بحبه أل جاءوا بعد كبر الله أمره يذبحه أشوف الإبتلاء بقدر الإيمان الرجل ده ما سمه خليل ساي ولده المنزل ده ساي تخلخل حب الله وتخلل جميع قلبه فصار قلبه لله وصارت حياته لله صار رضاه لربه صار غضبه لمولاه ولده الولده قال لا تذبح وما رسل لي جبريل صاح قال لي يا إبراهيم اذبح ولدك في النوم رؤية يعني رؤية بتاعة نوم يعني ما رسل لي جبريل عديل وحي عديل كذي مباشر الوحي العام في النوم وحي في النوم ما صح قال لا النوم ده مياه وما ممكن ووه وإلى آخره وده نبي لا فلما أسلما شف التربية ذاتها ولده رباه على التوحيد فلما أسلما وتله وتله تله منه؟ تله ولده ليه؟ أشان الله سبحانه وتعالى وتله على شنو؟ قعدوا عليه كرعيه؟ للجبين وتله للجبين وناديناه أيّا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا عباد الله كتار هو من نون إنه من عبادنا المؤمنين لمن الله في القرآن في أعظم كتاب يسجلك من المؤمنين ما قالت دربك مرق وشكيا يا جماعة الناس تمش لي الله تلجأ إلى الله تتواصى بالحق خلي شيء أي شيء لله سبحانه وتعالى أي شيء عارض الدعوة يعارض الدين اذهد فيه أطلب ما عند الله وما تطلب الراحة مسكت الدين ده إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة قول تقيل دائر سواعد قوية ما دائر بالمزاج والله الليلة ممسافر عندي وجع بطن لو وجع راس تمش طوالي والله ممسافر لأني فتران فتران أمش قدام ما شفت الصحابة أبو عقيل أصيب يوم اليمامة أصابوا لما خلا أزبقى في آخر رمق فجاءه ابن عمر قال يا أبا عقيل أبشر قتل عدو الله مسيلم فرفع رمقه إلى السماء وبصره قال اللهم لك الحمد ثم أثنى على الله فمات ما تجرسه شالوا الدين وما شبيه دعوا للشرك صبروا على التوحيد حتى ألقوا ربهم سبحانه وتعالى دعوة دي ماذا يا رمزية علي ديون إلا أقضي ديوني حتى أن أشتغل دعوة بيدينك اشتغل دعوة الله برحمك الرسول ما تدرعي يهودي يقول لي دين دين بتاع شنو والله أنا لو طوالي كل يوم اشتغلتها بدوني عين ادق عين اضان اشتغل دعوة تحصن وأدعو الله سبحانه وتعالى وأدعوه إلى الله خلي الله سبحانه ودي صح التعبير ارفع قدرك بعدين لم يا أخي مندوب بتاع شركة زول بنادي الناس يقول لهم تعالوا يشتروا بس كويد بركة وبس كويد كابتن ماجد وبس كويد ايه و ايه و ايه بيدعو ليه بس كويد سيد الشركة بدي عربية ويكرموا ويدي مرتب ويزوروا ويحترموا دعوا لي بس كويد تبتدعوا ليه الله الله ما بيكرمك الله ما بيرحمك الله ما بيرفعك ولذلك تدعوا إلى الله وخليك في الدنيا دي وظيفتك اشتغل في السوق حدادي حلال اشتغل دكتور مهندس حلال لكن الوظيفة العظمى اللي بتعيش عليها الدعوة إلى الله تعالى ومحروم الذي لا يتحرك لسانه دعوة إلى الله تعالى ولا يتحرك قلمه دعوة إلى الله تعالى ولا يتحرك جسده في سبيل ربه سبحانه وتعالى العضلات العندك دي والجسم والقوة دي كما شغلتها في الدين بيأكل الدود بتخذ جوة القوة دي بتأكل الدود الدود جوة بنتهي منها حرك في الدين الله بيرحمك ويرفع قدرك واصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلاء أن يبصرنا من عمى وأن يرينا الحق حقا ونزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ونزقنا اجتنابه وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلاء أن يرحم جميع هؤلاء الإخوة الحاضرين وأن يرحم أهل هذه الدار كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم أسأل الله يرحمهم فتحوا بيوتهم وقلوبهم وقلوبهم نحسبهم لله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يفتح عليهم من رحماته إنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا على حسين استماع وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله